المتابعين معكم مشاهدينا وصلنا لزاويتنا الحوارية الثالثة لليوم اللي بنا نحكي فيها عن الألوان فالألوان هي غزاء الروح ومتعة العين اللي ممكن أنه تتحول لحزن وكآبة طبعا لانطباعاتنا وحالتنا النفسية هل من الممكن أنه نستثمرها لنبس السعادة أو حتى الصحة الجسدية بحياتنا؟ شو هي ميزات كل لون وما مدى قدرتها على التأثير فينا هيدا اللي رح نقشي اليوم بزاويتنا الحوارية الثالثة مع ضيفنا الفنان التشكيلي أندري عبد يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك صباح صباح صباحك أهلا فيك بداية خلينا نحكي عن الألوان الأولية وشي هي الألوان اللي تنتج من الألوان الأولية؟ بداية أو شي أنا نوعي من الألوان نوعا بيلولو بيعطي مظهر مادي والتاني بيعطي مظهر ضوي مش هنفرع بيناتهم أما بالنسبة للألوان الأولية خلينا نأخذ بداية هو الأحمر الأصفر الأزرق والنتاج بيطلع عنه هو البنسج والأخطار والبرتخالي تمام طيب هلا بكتير مسمع نحن أنه في طاءة للألوان يعني نحن في ألوان منشوفها منكون سعيدين في ألوان منشوفها ما منحس مثلا ممكن بكآبة معينة خلينا نحكي عن طاءة الألوان فعلا هي إلى علاقة بالإنسان وبطاقته خلال النهار؟ طبعا هلا تاريخيا بيوصف دومها اللون الأحمر مثلا باللون الاحتفال اللون الأزرق بالتفوق بيرتبط هاد بشيء بأمور تاريخية طبعا نفرق بين أمرين مثلا بين كل قارة بتتميز بطبع نفسي اللي كله الألوان شكل فلو أخده مثلا لو أخدنا عن القط الأسود هو بأوروبا الحظ جاية بس بالبلدان العربية وحصية بالقارة الأمريكية وحصية فلو أخدنا هادا تأثير اللوني مثلا فلو أبدأنا نحن بالألوان الباردة طبعا هي بشكل عام أنها تعطي الحساس من البرودة ولكن إذا فقط استخدم понفسي اللون الأسود هو تطا valu العز mej because I feel more than the light. كثرة اللون الأزرق حتي أحساس عندي بالكآباء أكثر. ماذاسا استخدمت الألوان اللون الباردة؟ أو Bird one? هل تعرف دعوننا ما هي الآوان اللونة التي تصنص باردة؟ طبعا الألوان الباردة لإنها هي الأزرق والأخضر والبنفسج طبعا الأرباح التطاقة هو أكثر ً versus البرودة كيف تأثيرها يعني على الإنسان؟ برودة يعني بتعطي مثلاً أنه إحساس أنه هو مثلاً بالعزلة أو بالشوي طاقته بتكون خافة؟ طبعاً هو الطاقة يعني بحاول أنه يساطر على رد فل الإنسان تجاهه مثلاً بسيطر على ردود الأفعال شوي ما تكون كتير زيادة فيها مثلاً يعني الطاقة الكلامية تكون أقل نشاط العقلي بيكون الزهن يكون أكتر بالألوان الباردة على عكس مثلاً الألوان الحارة التي تضغط الحركة أكتر وتضغط المطعم كذاً كذاً يستخدموا هذا اللون بالزاز مثلاً الأحمر أكثر لنشجروا على كل أكتر نعم الألوان الحارة دعنا نحكي عنها ويعني نعرفها الأحمر والأصفر وناتج بينها هو البرتغالي نتج بينها البرتغالي. ما تأثير علينا؟ يعني هلأ أنت قلت ممكن تشجع الأكل ممكن أنه تشجع الحركة تمام هلأ لون الأحمر ضمن اللون بيستخدمونه للشركات والألان أنا لحتى لفت النظر ولحتى أسمت للناس أن أشخاص قويين أو موجودين على ساعة بشكل قوي على عكس اللون الأصفر هو لون الفرح دوماً ما بس كترة اللون الأصفر بسبب الحذر بسبب الارتباك لهيك مثلاً نحن ممكن إذا فدنا على المحل صاغل نرتبك منه كترة اللون الأصفر فيه راتيجة هو إذا حاطت بالديكور أصفر مع أسود لأن المرأة عود بيز بألطان فرح تتوتر أنا من المكان وهذا التوتر نتيجة هو اللون الأصفر كترة اللون الأصفر بسبب الحذر مثل اللون الرمادي تماماً حالة في كتير عالم بيقولوا ما بعرف إذا هذه صحيحة أنه ما بصير تاخده للمريض على المشفى ورد أصفر أنه ما يعطيه طاقة أمانة كويسة للمريض تماماً الورد الأصفر مثلا عند الهنود هو بمثل لون الموت أكثر بس نحن نحن عندنا لون الأصفر كماماً المرض وحتى الموت تماماً مثل الورد الأصفر واللون الأحمر ممنوع أن نحط بغرف النوم اللون الأصفر لنحط بسألوم ممكن هناك مسألة مهمة باللون الأحمر. هو لون متناقضة. ولون الحب نفس الوقت هو لون العنف. فهذا هو الاختلاف بينهم. لهذا لم يزلوا العلماء بين درجتين لون. مثلا الأحمر بين درجات الفاتحة ستتمثل العنف، ودرجات الأغمى ستتمثل الحالة الرومانسية. نحن نتحكم بالدرجة؟ بالدرجة. يقولوا دائماً أنه إذا الطالب يريد يدرس أنه إما يكون وجهه على حيط أصفر أو يكون قاعد على طاولة صفر. يفضل على حيط أخضر. لكي يساعد على الخراءة والكتابة أسرع. أما كان لدي الحالة إبداعية أكثر. لدي شخص يفكر طريقة فنية أو طريقة هندسية. يفضل لون السماوي يتواجد. هل هناك شيء يسمى الألوان الحيادية؟ أيضاً كيف يكون تأثيرها؟ الألوان الحيادية هي مثل التلوان، أبيض وأسود والرمادي. وهي كصفات يقولون عنها الألوان الفضائية. المادة السوداء الظل، الأسود، المادة البيضاء، الأبيض. وعندنا طبعاً اللون المنتصف هو اللون الرمادي. اللون الأبيض طبعاً من التصف بشكل عام. يرتبطون دوماً بالخير، جنة، ساعة هذه الأخيرة. ولكن كمان ربطوه اليوم بلا مبالاة. مثلاً اللون الشخص المكتير ببالي يلبس لون الأبيض. على عكس الأسود اللي هو كمان برمز للعزلة والموت. ولو هو لون جنائزي نوعاً ما. وهو منك الألوان. حتى في أماكن معينة أنه اللون الأبيض هو اللي يرمز للموت عندهم. صحيح. حتى أنه بفترة أحدها توفى عندهم أو مات، يلبسوا أبيض أثناء الدفن وأثناء التعزية. ولكن بمحلات تانية أنه يعتبر لون الفرح. صح. ولكن المشكلة اللون الأسود تتفوق بالعمل. يعني أنا إذا كنت عم بشتغل بشركة وهيك وبيفضل لني يلبس أسود. أسود. لأنه هذا بيدل أنه أنا شخص عندي استقرار وعندي مبادئ عم بيمشع على أساسها. فاللون الأسود هون بهي الحالة أفضل من لون الأبيض أو مبيت الألوان. حالة العمل. أما النون الرمادي يستخدم طريباً إذا كان في نوع متضغط على الشخص أو شيء. وحالياً دبلوماسيين يستخدمون كثيراً لون الرمادي لحتى فهم العالم أنه نحن عنا مبادئ ونحن فهمانين طرفين. طرف الأول والثاني مثلاً. بس نحن بالمنتصف ونحاول حق التوازن أو فكرة بينهم. وأنا عن طريق اللون الرمادي أعبر للآخر مثلاً أنه أنا شخص عندي حالة خاصة وعندي أمور ما بحب شاركة مع الآخرين. هل في كثير من الناس بتلبس الألوان بدون ما تعرف شو تأثير علي؟ يعني أنه أنا عندي هيد القطعة حبّ ألبسها اليوم بالبسة. بس في كثير أشخاص اللي بيعرفوا بطاقة الألوان ممكن يختاروا لون محدد لمناسبة عندهم إياها تاني يوم. يعني إذا عندهم مقابلة عمال ممكن يختاروا لون محدد يعطيهم الانطلاق. إذا عندهم مثلاً لقاء عادي ضمن مطعم يعني لقاء غرامي ممكن يلبسوا لون آخر. في الشخص فعلاً يتحكم بهذه الطريقة حتى يعطي انطلاقه ليومه وطاقة ليومه؟ بالنسبة لله اليوم العادي فيختار الشخص بحسب مزاجيته. المزاج كمان بيفرض لون معي. حتى يعني أنا ما فين ألبس أي لون مضيفي اليوم راحس إنو أنا متدايق أو عم بتهاجم بالنظرات أو ماني مرتاح وماني مستقر. أما بالنسبة للعمل فيفضل دوما مثل ما قلت قبل. لون أسود. الألوان الحارمة بتاعد عندنا نحتاج نكون مثلاً حسب موقع أنا بالعمل كمان. إذا كنت أنا مثلاً بموقع حساس مثلاً موقع. لكن أنا مدير شركيا أو الأخير يفضل لون بنفسج أو اللون مثلاً الرمادي أكثر. بين بنفسج المحايد ورمادية تدون. محايدة. طبعاً. كنا قبل ما نبدأ اللقاء مع حضرتك. نحكي عن اللون الأزرق اللي نحنا الآن تلاحظتنا والشركين فيه. بتدرجعته من النيلي للأزرق الفاتح للأفتاح. وذكرت أنه النيلي هو موضط هذه السنة. طبعاً من الأزرق. الأزرق النيلي. الأزرق الغامر شوي. الأزرق شوي. الأزرق الغامر. طبعاً. طبعاً. اللون الأزرق خلينا نحكي عنه. يعني شوي هيك نعطي أخصية اليوم لأن نحنا لابسين أزرق وديكورنا أزرق اليوم كمان. وأنت لابس أزرق. طبعاً. اللون الأزرق بشكل عام هو لون تفوق بالبداع. لون بارد مثل ما حكينا قبل. وهذا اللون بالذات بيحفز الغضة الدرقية بجسم الإنسان. اللي بتحاول مثلاً بقى تعطي حال متفاول بقى عند الإنسان. فلهيك ممكن يكون هذا اللون أنا بعبراً من خلاله. أنا زلمي مستقر وعندي حكمة. ويعني بحالة هدوء. طبعاً. يعني فيني أنا عارف شخصيتك من لون التياب اللي أنت لابسه. لا أنا اللون التياب اخترته حتى أنا سيطر عن نفسي من البداية. لأنني مثل شخص مثلاً عمعني الشدة العصبية. هذا اللون ليش من الشدة العصبية بصراحة. إذا أنا لابسه إذا كان لدي نوع من النيرفوس أو توتر فأنا رح أرتاح. الأزرق. يعني أحياناً الشخص بيفتح الخزانة بشيل لا على التعيين. بيقولوا أنه لما بتشيل يا كتياب أنت معنك بحضرتية. هي بتعبر عن ذاتك أنه أنت شو حافظ. أحياناً بالله شعور بشيل واحد قطع الصودة بيلبسه وبيمشي. أنه يكون حاسس بكآبة بدون ما يشعر لبس أسود. صحيح. هذا كمان بيأثر. يعني حتى ممكن يأثر أنه غياب الألوان حتى عن حياتنا. هذا ما بيعطي أي اعتبار للألوان. كمان بيأثر هذا الشيء على حياته. ما بيهتم بالألوان أنه يلبس أي شيء أو يعني ما بيعطي هذه التفاطيل. هاي مسألة خاض على الروتين بقى. إنه أختار مجموعة لونية وعلى أساس عم يثبت عليها. بس هو ممكن غير التصميم بس يحافظ على المجموعة اللونية التي اختارها. لحتى يتغير مزاجه. ممكن هو بقى حدا أو حدا. بس لو فرض عليه لون معين هو ما راح يكون مرتاح فيه ففضلنا بلا. وبنفس الوقت أستاذ أندريم نشوف كتير نحن أنه أشخاص بيحبوا ألوان معينة بيتبعوه هي سيستم لحياتهم. يعني بتفوت على مطبخهم بتشوف فيه هذا اللون. حتى مختنياتهم الشخصية هيدا اللون. هيدا بيكون إلو التأثير على الحياة واللي لا مضروري؟ طبعا بيأثر على الحياة بسبب رتابة. هاي الرتابة راح تتأثر عليها بشكل ما أنه راح يحاولوا بقى يتخلوا على المكان اللي هنا فيه. بس كان يحسوا بعدها باستقرار بقى بالبيت بالمزل حتى يكون نقاشوا من بعض بقى يصير أعناف. عن قبل أو يكون بارد ما يقعد بقى يتناخشوا. فلا حتى يغيروا هاد الروتين لازم بس يلجأوا له هاي القاعدة اللونية فبيدروا يرتاحوا أكتب. فأكلنا دهنين بيوتنا أبيض؟ لا. أنا كل غرفي لون. أكله أبيض حيادي. لا، أنا كل غرفي لون. تبعت هيدا الموضوع من شان أنه كل غرفي لون يعني الواحد يدخل إذا ما عصب يدخل على غرفة. سوف نتطبق تجربتك معناها معناها. جربي. نحكي نحن كمان عن هيدا الموضوع وأثروا كمان على التجارب الفنية للفنانين العالميين. شو بتحكينا عن هيدا الموضوع كمان؟ هلأ بدأت المنظم الفنانين بالجارة الطبيعة لا يستخرجوا ألوانا أو بدأت تنح تستلمهم من الواقع الألوان. بعدين بتخطوا مرحلة الأكاديمية بيحطموها وتستخدموا الألوان لحالة على تأثير المتلقي. نحن نتابع مجموعة من الصور من اللوحات. نحكي عنا لهيدا اللوحة. كلودمونيه نتبع شروق الشمس. هي اللوحة كانت بداية لنعرضها كلودمونيه ضمن المعرض فشاف في تفوق لبعض عليه كلوحات. فسرا هو جاب لون هو الأحمر الناري هاد. وحطوا بهي اللوحة بهي الطريقة طبعا بيأصابوا وحطوا هيك على السرية فمشان يعطيه حالم الغرابة للمتلقي والنقاد. ليش حطت كلودمونيه هذا اللون؟ فكلودمونيه استفاد من الشدة اللونية الموجودة هون بس لحتى يكون النقاش الخطابي أكتر على لوحته. ويتناقش النقاط وكان طبعا هي بداية عندها تباية تأثيرية. نعم. كمان نختار اللون الأزرق يعني اللي بجوز أكيد إله تأثير. كمان عم تابع لوحة تانية هون. خلينا نحكي عنا. موندريان استغل بأسلوب مثلا تجريدي. بس حاول موندريان مثلا يلخص الموجودة تعالنا بأسلوب تجريدي هندسي. هاي اللي هندسيه مثلا عم يحاول إذا نحنا ركزنا هنا مثلا على المربعات الحمر كيف المجال البصري راح يتحرك نحو الألوان الحارة البداية بعدين نحو الألوان الباردة. صحيح. تمام. فموندريان هو كان أساس بحثه أنه هو ما حابب يمسى الإنسان حابب يمسى الإنسان كيف يكون. فلهيك هو اللجأ لهي الحالة. هاي كشفت من دغلي نحنا مشوف الألوان النارية تلفتنا. طبع. الأزرق الأخمار. آخر شيء الأصفار بعدين الأبيض يعني. طبع. منتابع لوحة اللي بعدها لو سمحتو. هاري ماتيس المرأة والقبعة. هاري ماتيس كان بدايته كثير جميلة وهذا اللون الأخضر بالذات. هاري ماتيس من الفن التشكيل. آه. إنه هو اللون الأخضر اللي الخاص فيه. خاص فيه. خاص فيه. كان تشربته جيدة وكثير صارخة لهيك الدعوة بالوحشييني. إنه علوان كثير في حضور قوي وشديدة. فلهيك وكان فيه أغرابة الموقعه مثلاً في هولندا وفي المنطقة الأوروبية مكان يستخدمون علوان. في أفريقيا أكثر يستخدمون علوان كونه ما رح تأثر على المحيط. طيب. يعني ممكن الفنان التشكيلي يعتمد على مكان إقامته للمعرض اللي هو بده مثلاً يشتغل عليه. إختار الألوان اللي بتناسب المنطقة اللي هو رايحة عليها حتى يستفزي الجمهور لحتى يحضر أكثر. لا، معظم الفنانين يستخدمون علوان متناقلة أكثر. متناقلة. وشيشدون المطلقين أكثر حتى يستخدموا حالة أكثر. إذا كنت استفدت علوان محيطة وحاولت نستخدم نفس الألوان الموجودة بالطبيعة وكذا، سوف أحاول حط نوع من الرتابة، فهذا لا يستخدم هذا الشيء مهم. فالتشكيل أجمل شيء. تماماً. هلأ مع، يعني بلشنا تقريباً ندخل بفصل الشتاء بأيامه الأولى، يمكن نحن هون طبعاً نهاراته الباردة، أصر نهاره طول الليل، في ألوان معينة نحن بهذه الأيام نحن لازم نلجأ لإله؟ نحن نلاقي دائماً أنه فصل الشتاء. خاصةً إن بس فتنا بالشتاء العالم بيقولوا لك صار معنا كآبة. كآبة. طبعاً، تلقائياً. ألوان الأسود الرمادي البني، هل الألوان الغامقة معترفة على ألوان شتوية؟ بالعكس، الألوان الحيادية هي ألوان كلاسيكية بالأزياء، وأنا كم أستخدمها، حتى بالتصميم هي ألوان كلاسيكية. ممكن أنا أنهي موضوعي كله بلابد الأسود بدون استخدام الألوان أبداً. أما حصرياً، ما أنا أستخدم ألوان بالشتاء؟ دعونا نستخدم الألوان الدائفة أكتر، لتعكس بمجال المناخ. إذا كان هو بارد، فأستخدم الحار، وإذا كان هو حار، سأستخدم البارد. لكن المصممين دوماً، يعني كل سنة، وخبراء الأزياء، يعني بيخترحوا دوماً بمجموعات لونية كل سنة، في سنة 2018، مقترحة مجموعة لونية بتضمن، طبعاً بعد خروج الزهري والفوسفور، وهذا بيقول له الألوان السامة بالطبيعة، خروجها من الموضة، وهلا دخولها مجموعة لونية جديدة هي الزهري الشاحب، الرمادي الهادئ، أصفر ليمي، أخضر ألتراب، والأزرق، هذه الجموعة لونية أستخدمها في سنة 2018. وأنت أكتر الألوان بتحب تستخدمها بخلال عملك؟ يعني شو هي الأكتر الألوان بتحسها هي قريبة للوحاتك، وبتعبر أكتر؟ بالنسبة لي، أنا ما أحب بمثلاً أني أتأثر بمجال محدد، أحاول دوماً تكون تجربتي دائماً متجدد. تحب تستخلص بالألوان يعني، حتى ليس الألوان الرئيسية، من هذه الألوان ممكن تعمل ألوان بدون ألوان رئيسية، يعني دائماً نشوفها هي شغلة غريبة كثير بالفن التشكيلي، لأنه نحن ما في لون أساسي. الألوان مثلاً نحاول من بعد عن الألوان المافية، مثلاً معالجة لونية، يعني ما نحاول نحط اللون مثل ما هو، نحاول دوراً نسوي معالجة لونية وتركيب لونية صحيح ومتوازن، لذلك نحن نلجأ مثلاً كفنانين لقاعدة بسيطة كثيرة، هي الألوان الألوان المكملة باللوحة، مثلاً نحاول إذا بدنا نعمل حالة ما من شد البصر أو مركز سيادة لوني، نحاول مثلاً يما عن طريق الضوء أو عن طريق ألوان مثلاً شوي صارخة. جميل. يعني خلي حياتنا دائماً تكون مليئة بالألوان الحلوة التي تعطينا نارية، كيف يحس أنه هذا اللون ممكن يعطي تفاؤل أو يعطي طاقة إيجابية، شي بيخليك سعيد بنهاره، تلجأ بارك لكل شخص ولكن، بس بضل مسألة اللون هي مسألة تراتبية لأشيء أهم، لأنه مثلاً نحن دوماً الكتلة والحجم، وبعدين بيجي لون، بعدين بيجي لون، نحنا كثير من نتشكر وجودك معنا اليوم على هذا الحديث الجميل عن الألوان، أخذنا فكرة عنها، وأخذنا فكرة شو الألوان ستكون هذه الشتوية لارا، نشكرك كثير أندريا عبد فنان تشكيلي، حضرتك، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك، أكيد نكتير من نتشكر وجودك والمعلومات اللي عطيتنا ياها، وبننتمنى فعلاً كل الناس ما يكتزبوا فصل الشتاء بالألوان الداكنة، بالعكس خلوا فصل الشتاء، هو فسحة للفرح، بدل الكآب اللي ممكن يرسم، وملئ بالألوان، وملئ بالألوان، شكراً كثير لوجودك معنا، أكيد مهاي نحن مكفايين، سوى بآخر فقرة معنا،